اشتركوا في القناة اول وصفة حبيت اجربها هي وصفة ايس كريم بالكندر بقرورة موية اول حاجة جبت قرورة وقصيتها من تحت بهذه الطريقة وبعدين هذا الجزء اللي قصيته كمان رح اقصه من النص وبعدين رح الاسق هذول الجزئين في بعض بهذه الطريقة وراح اثبتهم بلاسق شفاف وعلشان اسوي وصفة الايس كريم اول شي حطيت كريمة خفق وحطيت نوتيلة وحليب مكثف محلة اما بالنسبة لكمية المقادير ما كانت واضحة بالفيديو علشان كذا اضفت وذكت لحد ما حسيت انه وصلت للطعم المناسب وبعدين خفقت لحد ما ثقلت معاي الكريمة وراح وزعها جوة القرورة وراح احشيها بكندر واخر شي رح احط فوقها كندر وحطيتها بالفريزر خليتها لمدة يوم كامل وبعد ما طلعتها من الفريزر رح اشيل منها اللسكة واففتها بهذه الطريقة وبعدين حطيتها فوق كوبين علشان اقدر اصب عليها الشوكولت اول حاجة حطيت الشوكولت بصحن وذوبته بالمايكرويف وبعد ما طلعت من الماكرويف حطيت عليه كريمة خفق وخلط لما حطيت كريمة الخفق بدت تبكتل الشوكولت علشان كذا زيت كمية كريمة الخفق ودخلتها لمايكرويف شوي وخليت الشوكولت تبرد شوي بعدين صبيتها فوق الايس كريم وراح ادخل الفريزر شوي علشان تجمد الشوكولت وبعد ما طلعت هذا وابت شوكولت بيضة وزينت فيها الايس كريم حبيت مر الفكرة والنتيجة النهائية وكمان طعمها كمرة رهيب اعطيها عشرة من عشرة وثاني حاجة رح اجربها هي طريقة يستخدمها في الاعلانات انه يلونوا الفراولة براج علشان يجي شكلها احلى اول حاجة اخترت اكتر فراولة حسيتها رايحة فيها لانه ما رح اقدر اكلها بعدين واجبت هذا الراج وراح ابدأ الوان الفراولة فيه اما الاجزاء اللي صعب يوصلها الراج راح الون بفرشة وهذه النتيجة النهائية مقارنة بالفراولة العادية بدون راج حسيت اللي لونتها شكلها جاء احلى قلولي رايكم وكمان حبيت اجرب راج الهلا معه اشوف اذا حيجي فيه فرق او لا حسيت شكلها بهذا الراج احلى من اللي قبل قلولي رايكم بالتعليقات وكمان قلولي رايكم بهذا الهاك اذا تحسوا ناجح او فاشل وهذه ثالث تجربة راح اجربها مرة عجبني شكلها وحبيت سويها ومشكلة الفيديوهات بهذا القناة انهم ما يكتبوا الطرق او المكونات بعض الاحيان علشان كذا قررت اسويها بطريقتي اول حاجة بقدر حطيت كوب ونصف سكر وثلث كوب شراب الزورة وكمان ثلث كوب موية ولون طعام ازرق وخلطتهم مع بعض وبعدين حطيتها على النار لحجم ذهب معي السكر تماما وصبيتها فوق الثلج وراح اخليها لحد ما تجمد وتبرد لما جيت اطلعها من كانت راضي تطلع معاي فخلتها لمدة ربع ساعة علشان يذوب الشتلج واقدر اطلعها بسهولة اغلبها تكسرت معاي بس في جزء بسيط ما تكسر مرة معاي وحبيت زين الشكل بحلويات وحلوة قطن بيضة وكمان زينتوا بفراول وتوت حبيت الشكل النهائي بس حسيتوا لو كان اكبر رح يجي احلى ورابع حاجة رح اجربها هي طريقة مرة سهلة للكتابة بالشوكلت اول حاجة حطيت مويا حارة بصحن بعدين جبت شاكل دايري ملك او ممكن تستخدمه اي نوع شاكل تحابينه وخليت لحد ما يذوب اخبت تقريبا اقل من دقيقة وقصيت جزء مرة بسيط منه وراح ابدأ اكتب فيه على ورق زبدة حبيت اجرب اكتب اسمي القناة اول كلمة كتبتها حسيت شكلها مو مرة بس اخر كلمتين حسيتهم ضابطين حسيت الكتابة بهذه الطريقة سهلة واي احد يقدر يسويها ونخلتها الفريزر لحد ما تجمد بعدين حطيتها فوق كيكة حبيت مرة الطريقة والنتيجة النهائية بس عيبها لو خليتوها برا الوقت طويل راح تذوب وكبان جربت كتبت كلمات ثانية او اخر حاجة راح اجربها هي كورة بنكهات مختلفة من سكتلز اول حاجة جبت سكتلز وجمعت الالوان المتشاوية مع بعض وبسحن راح اضغط عليها والمفروض انهم يلصقوا ببعض لاحظت ان بهذه الطريقة ما يلصقوا ببعض على طول لازم تحطوهم كل شوية فوق بعض وتضغطوا علشان يلصقوا وسويت باكثر من لون مختلف بعض الطريقة وكمان سويتها باحجام مختلفة وبعدين حطيتهم فوق بعض من الاكبر للاصغر وبالنصف حطيت حبة سكتلز وبعدين كورتها حسيت بالفيديو انها راح يكون تكويرها صعب وانها قاسية بس ابدا ما كانت مرة قاسية الطريقة كانت غريبة ومسلية بس حسيت ان النتيجة النهائية شكلها مو مرة قلولي ايش رايكم؟ او بس ها نهاية الفيديو وقلولي بالتعليقات لو حابين اكمل في هذه السلسلة واذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا تعطوه لايك وكتبوا الاقتراحاتكم من الفيديوهات الجاية او باي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة